اهلا وسهلا فيكم جميعا في درس جديد من دروس فريق الهندس التعليمية ان شاء الله في هالدرس راح نفاعل او نتعلم كيف نفاعل ميزة تستحب والافلات على شريط المهام او التاسك بار اللي اسفل الشاشة بكل سهولة في ويندوز 11 الميزة هاي مش نفاعلة او لغوها في ويندوز 11 لهيك راح نستخدم برامج عشان نتمكن من تفعيلها البرنامج الاول معنا في قائمة البرامج هو عبارة عن برنامج موجود على جيت هوب اللي انكات حتكون اسفل الفيديو اسمه ويندوز 11 دراج اندروب تو تاسك بار فيكس زي ما انتشايفين امامكم كل اللي عليك تعمل بعد ما تروح على الرابط انك تبدأ التحميل لملف اللي اسمه .exe او .exe بتشغل الملف زي ما انتشايفين راح يظهر لك ايقونة شكلها غريب شوية اسفل الشاشة مجرد ما تشغل ايقونة هاي كل اللي عليك تعمله هو التالي تروح بتسحب اي ملف بدك تنقله للشريط الصفلي كل سهولة تسحبه بتنزل على المكان بدك تنقله عليه بتستنى مصف ثانية تقريبا يعني فترة مش طويلة لحد ما يظهر لك مربع اسود على البرنامج زي ما انتشايفين مجرد ما يظهر المربع الاسود بمكاني انقل الملف كل سهولة الطريقة التانية هي عبارة عن برنامج موجود على متجر مايكروسوفت اسمه drag and drop tool bar for windows 11 بتروح بتفتحه عن طريق متجر مايكروسوفت اللي موجود على الويندوز عندك لو كتبت نفس الجملة هي هيطلع لك البرنامج او بتستخدم الرابط اسفل الفيديو راح تبدأ عملية تحميل مجرد ما نحط كلمة get طبعا هذا البرنامج بتطلب تنصيبه يكون عندك حساب مايكروسوفت مجرد ما تعمل open راح يظهر لك في اعلى الشاشة شريط صغير زي ما انتشايفين في البرامج الخاصة فينا عشان ننقل اي ملف كل علينا نسحبه ونطلع لشريط العلوي وننتظر نصف ثانية تقريبا لحتى تظهر لنا كافة الحاجات اللي احنا فتحينها في شريط المهام ونحط الملف الخاص فينا في اي مكان بدنا اياه طبعا هاي هي الطرق اللي من خلالها ممكن انا اسحب اي عنصر لشريط المهام وافاعل هاي الميزة اتمنى يكون الفيديو اعجابكم اعطيكم العافية